أبرز العنوين التي تضمنها هذا النظام الذي يعاد سياغته النظام كما تعلمون سيديه هو يدبر ويؤطر مسار الموظف منذ التوظيف حتى التقاعد و جرت العادة أن هذه الأنظمة يكون فيها أولاً واحدة مقدمة واحدة مرجعية قانونية ثم مختلف الفئات المعنية من موظفي القطاع ثم مهامهم ثم ترقيتهم سيروها شكلوها نظام التحفيز العلاوات التعويضات الحركة الانتقالية ثم إحالة التقاعد يعني هذه بصفة عامة زيادة في الأجور أكيد أن الزيادة في الأجور هي تهم زيادة الأفقية اللي هي 1500 درهم و كذلك زيادة لكتهم واحد العدد الفئات والأهم في كل ذلك أنه نحن ندقق الصياغة مع النقابات و يعني ورشة مفتوحة كنا بصدد كذلك تلبية واحد العدد المطالة بديل التنسيقيات اللي هي عبرت علي النقابات